موسيقى والتبركات بهذه المناسبة الوطنية معبرا فيها سموه على أن هذه المناسبة الوطنية التي تمثل مرحلة مهمة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته حفظه الله ورعاه التي أرسى دعايمها بحكمة واقتدار وهي شاهدة على المنجزات الكبيرة التي تحققت في ظل عهده الزاهر مستذكرا سموه هذه المناسبة الوطنية التي ستبقى دائما في ذاكرة الوطن وما رسخه الميثاق من مبادئ شاملة أسهمت في نهضة الوطن دعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة والسعادة وطول العمر هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله عبر فيها جلالته عن بلغ سروره بتلقي تهنيئة سموه بهذه المناسبة الوطنية مستذكرا جلالته في برقيته دور سموه في ترأسه للجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني الذي ظل منهاجا ومرجعا لما يقوم به سمو ولي العهد من خطوات تنفيذية للمشروع الوطني في التطوير والإصلاح